تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة آر أم فور أرب في تويتر ويوتيوب والربط ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريدي المستحق والشامل والهادئ والمسيطر فيه بكل تفاصيله على إبارة الفوز اللي يخلى ريال مدريد بقريب من القمة بيستنى الغلطة وبيضغط والفوز اللي بدخل ريال مدريد ثلاث مباريات صعبة جدا اثنين مع ليفربول وواحدة مع برشلونة جاهز نفسيا وهادئ إنه هذا الفريق ممكن يعمل شيء في القمم المقبل وقبل ما نبدأ بتفاصيل مباريات اليوم في إعلان مهم لازم تعرفوه في تاريخ 6 إبريل مباراة مهمة ريال مدريد وليفربول بالتعاون مع تطبيق هالويو بهذا اليوم خلال المباراة من لحظة البداية يعني الساعة 11 توقيت للإمارات الساعة 10 توقيت السعودية أنا حكون في بث مباشر على هذا التطبيق طوال اللقاء أعلق على اللي بشوفه أسمع تعليقاتكم وأسئلتكم ووجهات نظركم ونجاوب عليها أول بأول وخلال هذا البث المباشر حيتم اختيار شخص فائز بجائزة سامسونج جالكسي A21 وإن شاء الله نكون مع بعض ونحاول نعطي بعض معلومات ونتجادل ونتناقش بشكل جيد خلال البث المباشر تطبيق هالويو بحل مشكلتين كتير مهمات كم مرة أنت كنت قاعد مع صحابك فأجيت اضطريت تطلع بقلال الشوط الثاني وكان نفسك تعبر عن رأيك وانت بتشوف المباراة لما روحت على البيت وتحكي وجهة نظر ومش قادل تعبر أو تستفز هذه واحدة وكم مرة قاعدت بكافية وكان في جلبك خمس ستة شخاص بيحكوا مباراة وموضوع مهم انت هامك وحبت عارضهم بس مستحي تدخل فيهم هذا التطبيق بخلال غرفة بردشة اللي فيه المغلقة والمفتوحة بإمكانك تروح هناك تنشئ غرفة لفريقك المفضل وينضمونك أصدقائك وتبلشوا تتكلموا وتتحول هذه الشراكة وهذه الجروب إلى عائلة كبيرة ممكن تفوز بجوائز وترتيبات في التطبيق طبعا تطبيق في كثير خدمات وأفكار ومسابقات وجوائز هون وهون فالواحد يدخل يعني يعوم فيه ويعرفه منرجع نذكر البث المباشر مع بداية مباراة ريال مدرد وليفربول على تطبيق هالو يو كيف بدكم تلقوني؟ أنا أعطوني رقم حلو أعطوني أربع خمسات ثلاث أربعات بتروحوا على السيرج وبتحطوا أربع خمسات ثلاث أربعات وأول ما تحطوها هتلقوني متبسم بوجهكم وبتبدأ بعديها البث المباشر كتير مهم تنزلوا التطبيق ووضيفوني من الآن عشان نكون مع بعض وبندخل بتفاصيل اللقاء في بداية اللقاء اليوم الريال في أول عشر دقائق كان داخل بدي يحسن الأمور ورحة جدا الفلسفة لازم نسرع لازم نحاول نفوز بسرعة لأنه عندنا ضغط جاي والريال سجل هدف التغى ضيع بن زيما انفراده وبعد عشر دقائق الأولى وعنصر المفاجأة اللي الريال حاول لعب فيها على إيبار أصبح مكشوف لكن كان فيه شيء واضح جدا لما يكون كريم بن زيما هو المهاجم الصريحي الوحيد في ريال مدريد وعم بيفلت هاي الفلتات في البداية الجميع أدرك إنه دفاع إيبار هذا دفاع ضعيف ولما فقد ريال مدريد تأثير عنصر المفاجأة الأول شفناه هدى اللعب ما عاد مستعد يضحي بدنيا خصوصا إنه بيلعب ضد فريق مهدد بالهبوط ممكن الناس يجدوني يا عواد هاي الفرق المهدد بالهبوط لازم تدبحها بسرعة وتهجم عليها بسرعة وتهزمها بسرعة وما تستنى عليها الكلام هذا ممكن منطقي لبعض النظريات لكن فيه نظريتين واللي بيعرف زيدان هذا الموسم واللي قبله واللي قبله كل موسم درب فيه بالدوري بيعرف أنه زيدان ما بيشوف الفرق المهدد بالهبوط فرصة عشان يسحقها بسبعة وثمانية بالعكس بيشوفها فرصة عشان يرتاح خلالها ويعطي ويجرب بعض الأفكار الجديدة وهذا اللي حصل خف الرتم وكما توقع زيدان وكما بيرجع عادة في الدوري بهذا التوقع أنه الفرق ضعيفة طول ما أنت مش مرتكب ولا هفو دفاعية ولا أخطاء وقادر تدور الكرة وتغير اتجاه اللعب بهدو رح يجي الهدف لوحده وهذا اللي حصل فعلا مع هدف أسينسيو مش الجميل الملغي الهدف الثاني الجميل اللي كان هو بطاقة الحقية للثلاث نقاط بالنسبة لأستراتيجية ريال مدريد الهجومية كانت واضحة للغاية ربما الفرق بيحاول يدور على فرص في العمق أو ما شابه لكن الأساس واضح الكرة بتدور في العمق اللي فيه عدد كبير كثير من اللاعبين هل بنتكلم أسينسيو اسكو وبنزيمة يعتبر اللاعب بالعمق وخلفه فيه طبعا إكروس وكاسيميرو أو مودريتش وكاسيميرو وخلفهم فيه ثلاث قلوب دفاع ممكن يعطوك الزيادة في العمق هنا الكرة بتكون الدور فبيكون فاسكس وأيضا مارسلو يعني الأطراف عم بتقدموا وبيحاولوا يعطوهم الكرة مرتاحين إما في موقف واحد لواحد فيحاولوا يبادروا وهذا شيء كنا نشوفه أكثر بجهة فاسكس أو موقف جهز إنك تلعب عرضي داخل منطقة الجزاء وهذا شيء كنا نشوفه أكثر عم أرسله استراتيجية واضحة ساعدت بخلق الفوضى ساعدت بخلق الفرص ساعدت بتسجيل الهدف الثاني لكن ما كانت هي أساس الهدف الأول لأنه الهدف الأول كان من لعب مميز اسمه كاسيميرو من قطعة مميزة من كاسيميرو قرار سريع جدا ويؤكد له عطول تمريرة وجاءت لأسينسيو أسينسيو اللي اليوم بهذا الدور وأكثر من مرة لما لعب أقرب للعمق مش عالطرف عالجناح أسينسيو بعيد كتير وشفناه هذا الموسم بس ما زال كل ما يلعب بالعمق ويكون مطلوب يلعب منه إما بين الخطوط أو بأنصاف المساحات على اليمين واليسار أسينسيو عم بيكون لعب ممتاز أسينسيو عم بيكون لعب بيقدر يعطي بيقدر تشوف جودته لما يكون أقرب للعمق لما يكون أقرب من يلعب بين خط الوسط وقاتل دفعتها على الخصم عم تقدر تشوف شيء من أسينسيو أفضل بكتير وأعتقد زيدان واصل لهذه القناعة الآن لكن عم بيحاول يلقى شكل يلائم الجميع لأنه مش عنده بس أسينسيو مباراة يعني واضح فيها مارسلو أنه بهذا الدور لما يكون محمي ظهره هجوميا بيقدر يعطيك شيء تقني شيء إبداعي شيء مفيد مباراة شفنا فيها إبارة بشط ثانية يعني بيحاول أنه يبادر ويطلع بس لا الريال منظم دفاعيا مغلق كل المساحات ولما تكون معا الكرة الكرة بتدور بسهولة وشفنا لقطة الهدف الملغي بتاع كاسميرو كيف الكرة كان عم بتدور بكل سهولة وبتطلع من الخلف للأمام بكل سهولة والفريق مش عم بيها التكب والهاف ودفاعية وأي بار فريق ضعيف جدا فريق مهدد بالهبوط كوالتي عنده محدودة وبالتالي كانت مباراة سهلة عن الريال يعني مفيش فيها إلا لقطة انزلاقة كورتوى غير ذلك زيدان ما كان عم بيتهاون عم بنزلك رودريجو وكروس أول بأول والتبديلات أول بأول لأنه بدوا يظلوا الحركية شغالة بدوش الفريق يخاف يتعب اللي في أرض الملعب لأنه بيفكر بي ليبربول وبيفكر ببرشلونة كان عم بيبدل بشكل صحيح والمباراة مشت بكل سلاسة نحو الفوز المستحق عنده خطتين وهذا الشي ما كان قادر زيدان يعمله من أول ما رجع ريال مدريد لكن عمله في التجربة الأولى كان دائما في ريال مدريد يتوقع له شكلين مرة كان يكون الخطط الأولى 4-3-3 والتاني 4-3-1-2 دائما كان يكون عنده فكرتين الآن عند ريال مدريد فكرتين يعني ما يلعب مع برشلونة يلعب مع ليبربول الخصم أول شي يتوقع بأي فكرة حيبدأ الريال وزيدان عنده فرصة لو الفكرة اللي هو بدأ فيها غلط يقل بالشكل ويلعب بالشكل التاني الآن واضح أنه خطة 3-4-2-1 أو 5-3-2 هي الخطة البديلة لـ 4-3-3 الأساسية في ريال مدريد هذه النقطة الأولى النقطة التانية في معركة أنا حاب أشوفها ومتوقعها جدا بين كلوب وزيدان في دوري أبطال أوروبا وهي معركة كروس مودريتش وأفكار يورجون كلوب أكيد الكل بتذكر تصريح يورجون كلوب في 2013 لم أخرج ريال مدريد أنه أنا عزلت تشابي ألونسو وهذا الشي ساعدني أفوز وفعلياً هو حتى في 2014 بلقاء الإياب ضغط ألونسو كويس الآن أنا بدي أشوف سلوب كروب اللي أنا متوقع كالآن دي حيامل مش هيحط تفكيره كثير في منزيمة حيحل هي مسألك مهمة كلوب دفاع تفكيره الأساسي حيكون كيف أنا بدي أمنع كروس يوصل للمودريتش لأن إذا قدرت أمنع كروس يوصل للمودريتش معناها أنا أفقدت الريال أهم جزء تقريباً من لعبته تحريك اللعب بالاتجاه البدهمية والسرعة البدهمية هذه المعركة حتصير وأنا نفسي أشوف كيف حتكون ردة فعل زيدان وكيف حتكون تحضيرات كلوب للنجاح فيها معركة أنا متشوق أشوفها في المباراة لأنه لو نجح فيها كلوب معناها هيقدر يقطع كرات أكثر يرتد أسرع وإذا نجح فيها ريال مدريد معناها هيجد مساحات أكثر نواحي دفاع لبارد وصل هنا هي حلقة سيلفي مدريد اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد وبذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله